42 طيب هنا بيقول F42 When acidified KMNO4 ما له ده خدنا في إيه الاسدified ده الكMNO4 ده ولا تخدنا إنه هو إيه Oxidizing agent React with the FESO4 بقول لكم ده Oxidizing agent هي React مع FESO4 تتوقع إيه مش إحنا قلنا إن الحديد في العادة بيطلع من حديد زيرو لحديد اتنين ويمكن ينتقل من حديد اتنين لحديد تلاتة لو لقى حاجة تساعده على كده طب ما الكMNO4 ده أنا بقول لكم ده Oxidizing agent ده من أهم ال Oxidizing agents اللي عندنا معنى كده إنه هو في الغالب هي exit FESO4 فهل FESO4 is Oxidized only ما عندناش حاجة اسمها Oxidized only واحدة Axid التاني حصل له إيه لازم هيتراضيس مش كده فالFESO4 is Oxidized only لا يعمل حد ال-KMNO4 is Oxidized only طبعا لأ ال-FESO4 is Oxidized A وال-KMNO4 is Reduced A ال-KMNO4 هي exit FESO4 سؤال بقى عايزة أتراحه عليكم إيه اللي هيحصل ل-KMNO4 ها لما هي exit FESO4 طب ال-KMNO4 هيحصل له إيه؟ عايز عارف بس الناس مذاكرة ومركزة ولا لأ؟ كلمة واحدة كده هتبين لي انتم مذاكرين ومركزين ولا لأ؟ هيتكسر ال-KMNO4 ده يا أولاد هيتكسر عشان يديني إيه؟ هيديني كزا حاجة بقى يعني ال-KMNO4 ده ببقى بدخل معاه H2SO4 فبيتكسر يديني KSO4 و-MNSO4 و-H2O الكلام ده هناخده في الاناليتيكا الكيميستري فأنا ما يهمنيش هيتكسر يديني إيه؟ قد ما يهمنيش تفتكروا افتكروا دايما ال-Oxidizing agents الكوبار H2SO4 KMNO4 K2CR2O7 لما بيأكسدوا هم بيحصل لهم إيه؟ بيتكسر طب بيتكسروا بقى اللي إيه؟ هنبقى ناخدها في الاناليتيكا فالإجابة هتبقى سيه يا أولاد ال-F-E-S-O4 is oxidized and KMNO4 is reduced طيب كده احنا خدنا 42 تفتكروا تفتكروا